عشرات من الشكاوى تقول شرطة المجتمعية في واسطة أنها تصلها يومياً فحواها يرتكز حول غش في المنتجات مجملها مرفوعة ضد مواقع الالكترونية مختصة بالتسوق الالكتروني بعد أن يسرت منصات التواصل الاجتماعي الكثير من المصاعب على المنتج والمستهلك في قطاع السوق بات موضوعاً للاستغلال من ذو النفوس الضعيفة في ممارسة النصبي والاحتيال عشرات من الحالات تسجلها شهرياً الشرطة المجتمعية في واسط وتتحدث عن التفاصيل استجدت في الفترة الأخيرة ظاهرة الغش الألكتروني التي أتتنا من خلال أكثر من 80 مناشدة هذا الغش الألكتروني من خلال ترويج بضاع لأحد المنتجات على البيجات الموجودة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبيحها على المواطنين أكيد هناك مواطنين كثيراً متعظيم من هذه الحالة كون هذه المواد التي تصلهم غير مطابقة المواصفات التي يطلبوها ويرى صاحب المحل هذا حالة تتكرر معه حيث يقدم بعض المسوقين عبر منصات التواصل على ترويج بضاعة معروفة على مستوى السوق كالبراندات العالمية للعطور بأسعار زهيدة مغايرة لأسعارها المعروفة بعد تزوير علامتها التجارية أو بيع منتجات مزيفة طبعاً التأثير صار جداً واضح علينا بسبب البيجات الماء لها ما عليها رقابة صار مثلاً يجيني شخص يقول له أعطر هذا السعر 200 دولار أو 300 دولار أو أقل يقول لي لقيته مثلاً 35 أو 40 فصار المصداقية قلت عندنا الشخص من يجي يأخذ العطر يقول لي يسألني على العطر هج سعره ويقاب سعر ثاني فيعني يعتقد أنه أنا ناصب عليه فأكيد هذا الشيء أثر علينا وعلى شغلنا ويشدد مختصون على ضرورة تفعيل أنظمة الرقابية للحد من هذه الحالات التي بدأت تشكل ظاهرة جديدة في الأسواق ويبقى المواطن البوصل الرئيسي لمكافحة هذه الجرائم من خلال استخدام ثقافة التبليغ والوعي على أهمية خطورتها على الأمن والمجتمع من مدينة الكوسجاد العطية الرابعة